الذي تقصده وزارة الدفاع الروسية ببيانها أنها قتلت 130 مرتزقا أجنبيا نعم بيان وزارة الدفاع الروسية أكدت مقتل 130 مرتزقا أجنبيا جاءوا من دول مختلفة لقتال بجانب القوات الأوكرانية وفق الرواية الروسية فإن هناك مجموعات مختلفة جاءت من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية للقتال بجانب القوات الأوكرانية في المعارك الحاسمة التي الآن تخوضها القوات الروسية على محاور عدة في جمهورية دونسك وفي مقاطعة دونباس وأيضا في خيرسون وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنها قضت على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبانسك وأكثر من 120 جنديا أوكرانيا على محاور كراسني ليمان وإنها دمرت عدد من إطلاق مناصب ومناطق لتواجد القوات الأوكرانية في مناطق مختلفة في محور دونسك طيب عامل العروقي من كييف إذن أوكرانيا الآن تقول إنها نجحت بالفعل في التصدي لمحاولات روسية لتوغل في 15 منطقة نقطة عسكرية في دونسك ما هي التفاصيل؟ نعم بالفعل محمد وفقا لبيان هيئة الأركان العام طيلة هذا اليوم يؤكد بأن القوات الأوكرانية تتصدى لعدة هجمات في محور دونسك خاصة وأن الجيش الروسي يكثف هجماته الساروخية على محور بخمود ومحور أفديفكا وكذلك محور إسويدان لكن الجيش الأوكراني يقول بأن الجيش الروسي يكثف هذه الهجمات في المقابل الجيش الأوكراني ما زال يعزز مواقع تموجوده في هذه المدن الثلاثة وهي خط الدفاع الأول عن المدن الأكثر استراتيجية الواقعة شمال مقاطعة دونسك وهي مدينة إسلافيانسك وإكراماتورس كذلك أيضا سقطت اليوم مفقا لبيان هيئة الأركان العامة هجمات ساروخية على محور إكراماتورس أيضا بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ذكر بأن الجيش الروسي كثف ضرباته الهجومية في المحور الجنوبي وتحديدا في كل من مدينة خرسون ومدينة نيكابل وكذلك الأمر لمدينة ميكولايف لكن الجيش الأوكراني أكد أنه نفذ هجوم عالي الدقة على منطقة تقع جنوب مدينة خرسون مما أودى بحياة ما يقارب 500 شخص ما بين جريح وقتيل نعم محمد طيب ديمتري هنا هل خرج رد فعل روسي رسمي حول الاتهامات كييف الأخيرة بأن السواريخ الروسية تستهدف مناطق مأهولة في الضفة اليمنى من نهر دينيبرو بخيرسون يعني حتى الآن روسيا لم تصدر أي تصريحات إذا الاتهامات الأوكرانية تجاه استهداف مراكز تعتبر مدنية في العمق الأوكراني ولكن روسيا تؤكد بأن الاستهداف للبنى التحتية الأوكرانية ومحطات الكهرباء هي محاولة للضغط على طرف الأوكراني واستهداف لمراكز تصنيع المسيرات الأوكرانية التي هدفها الأساسي استهداف العمق الروسي وفق الرواية الروسية فمنذ بداية رأس السنة كان هناك محاولات من الطرف الأوكراني لاستهداف العمق الروسي ومدن مختلفة حدودية بين روسيا وأوكراني وبأن روسيا أحبطت المحاولات الأوكرانية باستهداف العمق الروسي ومدن مختلفة في الداخل الروسي طيب عامل عروقي يعني كذلك اليوم أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زينيسكي عن قمة أوكرانية مع الاتحاد الأوروبي وتحدث عن اتصال ما بين زينيسكي وفوندرلاين وقال إن الطرفين بحثا إمداد كييف بأسلحة جديدة وتحدثان يعني عن ربما مساعدات بقيمة 18 مليار يورو ماذا عن الأسلحة الجديدة؟ ما الذي تحتاجه القوات الأوكرانية؟ نعم محمد هناك على ما يبدو بأن توجه لدى الغربيين وخاصة الجانب الأوكراني هناك أصبحت مقولة معروفة إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فستنتهي أوكرانيا وإذا توقفت روسيا عن القتال فستنتهي هذا الحرب ما زال الدعم الغربي مستمر للجانب الأوكراني والجانب الأوكراني يطالب المزيد والمزيد من هذا الدعم ويعطي هذه المرة الأولوية الدائمة للدفاعات الجوية خاصة بعد ما تم استهداف البناء التحتية وبعدما تزايدت حدة استهداف البناء التحتية نحن نتحدث منذ العاشر من أكتوبر الماضي إلى حد هذه اللحظة حسب ما يقول الجانب الأوكراني أن الجانب الروسي يتعمد باستهداف البناء التحتية والجانب الأوكراني أصبحت لديها الآن أولوية قصوى لدعمه بالمضادات والدفاعات الجوية لصد الهجمات الروسية سواء كانت التي تستهدف البناء الحيوية أو مناطق الطاقة أو التي تستهدف الأماكن السكنية إذا زاد الدعم الأوكراني ستطلب المزيد من الدعم خاصة وأنها تدخل اليوم في حرب طويلة حسب ما يقول خبراء وحسب ما يقول مراقبون وحتى هذه 18 مليار دولار ربما يكون معظمها هي لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية أمام الهجمات الساروخية الروسية عامر العروقي من كييف وديمتري بريقع من موسكو شكرا لكم